بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مصطفى محفوظ وهكون معاكم إن شاء الله في كورس الAPI وهن implement الAPI باستخدام الPHP احنا هنتكلم عن الAPI كconcept بشكل عام لأنه موضوع أو concept مش مرتبط بفيل المعين على قد ما هو مرتبط بمجال السوفتوير بشكل عام لكن هنتطرق لي وهندوس في الpractice باستخدام الPHP خلينا الأول قبل ما نتكلم على الAPI نتكلم على نقطة بسيطة لو أنت كنت عاوز تعمل request على السيرفر بشكل عام أنت بتدوس www.airasoft.com أو تقول www.google.com أو facebook.com ده request أنت بتفتح البراوزر وتدوس على الURL إيه اللي بيتم؟ اللي بيتم أنه بتكتب الURL هنا https.example.com مثلا زي ما أنت شايف request ده بيروح للسيرفر بتعمل process على السيرفر وعلى كده بيرجع لك response على هيئة HTML عشان يتعرض عندك على البروزر طبعا لازم يرجع لك على هيئة HTML عشان أنت تعرف تشوف أو تشوف request ده أنا أنا بتكلم معك دلوقتي على أنك user عادي فأنت بحتاج تشوف الصور وتشوف لينكات وفيه تفاعل بيتم على البيج وهكذا انت ده اللي يهمك أنا مش بكلمك دلوقتي الريكوست ده او الURL ده احنا نسميه request يعني هو URL بتروح للسيرفر وبيترضى عليه response في مشكلة في كده ان شاء الله طبعا ما فيش اي مشكلة في ده ما ليه المشكلة او هي مش مشكلة احنا محتاجين نفهمها بس مش اكتر من كده طب بالنسبة للمشين يعني لو فيه software معين بيعمل request للسيرفر هو هو برضه بيعمل request وبيترد عليه المشين ما يماشي الشكل ما يماشي ان هتشوف صورة وخط لونه احمر وفونت بولد وكلام زي كده ما يموش الكلام ده software او الapplication او اي application هو يهمه ال data وهمه ان هو يشوف data يبعد data ويستقبل data request هنا ما بنسميهش request بنسميه في الحالة دي API يعني ال API هو request اه ال API هو request بس الفكرة ان احنا بنسميه API لان ده دي الطريقة اللي software بيكلم بيها software تاني يعني ال API بنقولها لما يكون في software هيتواصل مع software تاني هو هو الريكوست لكن بتسميه API او بنقول عليه end point ده مفهوم ال API بشكل مختصر عشان ما تعقدش لدني على نفسك وتحس ان الموضوع صعب او في حاجة او في حاجة غايبة عنك هو ده ايه هي دي ال API تمام الفكرة بقى في ال API انا هبعد ال data ازاي وهستقبل ال data بانهو شكل بالزبط طيب الweb انترفيس والماشين تلخيصة اللي احنا اتكلمنا فيه احنا لو انت بتفتح البراوزر وبتعمل فهو بيسمى في الحالة دي بيروح للسيرفر وده مع الweb انترفيس لما بتفتح المتصفح بتاعك وبتطلب انك تزور اي ويب سايت لكن لو فيه معين بيحاول يكلم السيرفر في الحالة دي بنقول عليه ال API بنقول عليه ال URL في الحالة دي ال API اقليكيشن بروجرامينج انترفيس ده اختصار كلمة الابليكيشن بروجرامينج انترفيس اه السوفت ورز زي ايه باشواندرز زي انك تفتح السيم دي وتطلب او تكلم سيرفر عشان يجيب لك data زي انك تفتح الباوزت مان وتكلم سيرفر عشان يجيب لك data تبعث له اندبوينت عشان يرد عليك برسبونس جيسون غالبا او انك تفتح الموبايل ابليكيشن بتاعك وتدوس على بطن في اللي موجود على الموبايل وانت لما بتدوس على بطن اللي بيحصل ان الراجل اللي عامل الابليكيشن ده الموبايل اوب ده بيبعث request بيبعث end point للسيرفر وبيترد عليه على طول وبعد كلا بيعرض لك الedata لما ترجع بيعرض لك الedata عندك على الموبايل ابليكيشن نلخص الموضوع ده بشكل بسيط الابي اي بالنسبة لنا ان احنا عندنا سوفتوير ولي يكون اي سوفتوير ايا كان السوفتوير السوفتوير ده بيحاول يانتر اكت او يكلم سوفتوير تاني السوفتوير التاني ده غالبا على السيرفر غالبا هيكون موجود على السيرفر وبعد كذا السوفتوير التاني بيرد عليه هي دي فكرة الابي آي باختصار عمدنا two pieces of software او قطعتين او اتنين سوفتوير بيتواصلوا او بيتكلموا مع بعض دي فكرة الابي آي باختصار شكوا ان شاء الله في الفيديو القادم واللي هنتناول فيه الامثلة على الابي آي اشتركوا في القناة